الضوء على الوجود السوري في هذه البلاد شفنا بالانتخابات الماضية كانت انتخابات رئاسية وبرلمانية كان ممكن تكون ورقة الوجود السوري هي ورقة ضغط أو ورقة سياسية ولكن حتى بالانتخابات المحلية القادمة هي شو أهمية بالنسبة للسوريين أو حتى للأتراك يعني هلأ لك يعني مع كل الكلام اللي عم ينحكي الإجابي كتير كتير لكن في نقطة يعني لازم نركز عليها هي الخوف لسه السوري مانه مطمئن تماما لوضعه القانوني بتركيا وبأي لحظة هو بخاف يعني هو يتمنى في كل لحظة أنه ياريت حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب يلي ممكن تضامن مع السوريين ياريت يكونوا موجودين بالانتخابات المحلية هو الدافع الأول طبعا يعني هني ما بيعنيون شي بهذا الموضوع إلا فقط حلفاء حقيقيين يقدروا يوقفوا معهم في حال صار أي تغيير سياسي بالمرحلة القادمة أنه يقدروا ياخدوا ضمانة لوجودهم ضمانة قانونية هذا شيء كتير بيعنيون للسوريين من هذا الباب طب أستاذين دخليني ننتقل لأستاذ سهيل بنقطة معينة هل اليوم مشاركة السوريين بالانتخابات بتركيا هي لها ربما أثر معنوي إيجابي أم لا هي فعلا نوع من شعورهم بالاندماج والانتماء للمجتمع التركي طبعا طبعا هلا يعني نحنا مثل ما تفضل الأستاذ كنا عم نقول أن السوري وقت طلع من سوريا أو حتى أحد أسباب الثورة اللي قمنا فيها هي أنه نحصل على حقوقنا كمواطنين يعني نشعر بالمواطنة ببلدنا فلما السوري عم يطلع على الدول برة اللي هي محققة فيها موضوع الديمقراطية وعم يقدر يشوف التجربة الديمقراطية على الأرض فعليا عم يكون هذا بناء نفسي لأله بناء المواطنة الحقيقية بنفسه فهذا كتير مهم نحن قالنا سواء بقينا هون أو سواء رجعنا على بلدنا حتى السوري لما يريد أن يكون على الأرض موجود يرجع على بلده يريد أن يكون عنده صورة حقيقية يقدر يتمثلها بالممارسة السياسية على الأرض البلد فهذا الأمر كتير مهم لألنا كبناء نفسي لأنه كبناء حتى الأطفال أطفالنا السوريين عم يلدوا بتركيا عم يكون في عندهم على الأقل تصور واقعي وعملي لهذا الأمر يكبروا وينشأوا بمجتمع يحترم الحقوق يحترم موضوع المواطنة يمنح الغريب يمنحوا حق ما قدر يحصل عليه ببلده يعني عم يشوف كيف أنه قادر أنه يكون فيه مساواة كتير حلوة وكتير قوية بينه وبين أي مواطن من أهل البلد ومن أرض البلد فهذا كتير أمر كتير إجابي نقطة أخيرة أستاذ عبد الباصت اليوم أي شخص سوري بيحصل على الجنسية مجرد حصوله على الجنسية هل هو اليوم بيقدر يشارك يصوت بأي انتخابات أو لازم يمرق فترة محددة على حصوله للجنسية أنا اللي بعرفه أنه فورا أول ما بتأخذ الجنسية بتمتع بالكامل الحقوق اللي بتمتع فيها أي شخص تركي كل يام من ناحية التملك من ناحية العمل من ناحية الطبابة أو التأمينات خلنا نقول بشكل عام التأمينات الاجتماعية ومن ناحية حقوق السياسية كل شيء ومن ناحية حقوق السياسية ومن ناحية حقوق القوانين القانون ينص عليها الشاب اللي بقولوا عنه كل الرياضة شغفه اليومي بس كمان بيأمن أنه العقل السليم هو سلاح الشباب أما جود صابية كتير مهضومة بتشوف الحياة بالموسيقى وبتقدر كمان تكشف موسيقى الحياة بكل شي حولها كلهم رح يلتقوا ويحكوا أخوار واهتمامات الشباب ببرنامج حكي شباب أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد ووصلنا لموضوعنا الآن موضوعنا هو بيحكي عن تركي تركي هو يحرض الأتراك ضد السوريين ولكن هذا التركي منتحل صفة سوري يعني السلطات الأمنية لما تحرت عنه عرفت أنه هو تركي ولكن هو على الحساب وعلى تويتر وحتى على الموقع اللي أنشأه كاتب أنه هو سوري كان هو طبعا من أوائل الأشخاص اللي نشروا الفيديو الخاص باحتفال السوريين بالعام الجديد وحتى قال أنه من الأتراك إذا اللي مو عاجبه بيقدر يغادر تركيا ويروح أستاذ حمزة بدايةا يعني شو تعليقك على يعني أنه شخص تركي يقوم بهذه الفعلة شو الشي اللي بيدفعه ليقوم بهذا الشي يعني هو هذا الشخص عنصري طفولة يعني دفعته بهذا الموضوع وكأنما هي تركيا ملكه لشخصه ولا يريد أحد بها يعني هذه الأرض بالنهاية أرض لله وكلنا مجبورين أن نتعايش مع بعضنا يعني في النهاية نحن ننظر إلى الإنسان كإنسان لا ننظر إلى هويته أو جنسي أو غير ذلك هذا الشخص على ما أظن صفحته كما أراها سوريا وتنضاشلوك أوفيسي يعني مكتب التجنيس السوريين يعني حتى اللهجة الذي يستقدمها في المواقع التواصل الاجتماعية حقيقة مفززة حتى لحزب العدال والتنمية هو الشخص الذي يتعاطف مع هذا الموضوع طبعا عندما يقرأه الأتراك يشك في الأمر أنه ليس هذا سوري لا يقوم بهذا الشيء كونه مضرة يعني يحسب من أن السوري إذا كتب ذلك فينظر في النهاية لماذا يكتب هذا الشيء طبعا في مواقع التواصل الاجتماعية في نفس الوقت هناك أشخاص أتراك كثيرون من يحب السوريين ولكن يحبهم يعني كإنسان يعني الحقيقة هذا الشخص سوف يرى جزاوه مقابل القانون التركية هذا الشيء مرخوض من قبل المجتمع التركي بس يعني هنا سؤال هو لو هذا الشخص يعني يعني عارف أنه سيكون في محاسبة كانت قاسية من السلطات التركية هذا الشيء ما كان قام فيه من البداية يعني هو الموضوع ليس في الشكل هذا يعني طبعا بالنسبة لموضوع يعني هل هنا في قوانين في تركيا في جرائم كترونية طبعا يعتبر جرم وزيرة الداخلية نفسه وتابع هذا الأضر ليس كل موضوع يعاني منه الدولة التركية يتابعه وزير أو يتابعه أشخاص على مستوى عالي هذا الموضوع يتابع مقابل للوزير أستاذة سهير اليوم مثل هذا الشخص فيه أشخاص كتير وحتى خلينا نقول فيه أحزاب فيه جماعات فيه أؤسسات يعني ربما هي لها رأي مخالف رأي معارض ما بتتقبل وجود السوريين اليوم نحن كسوريين خلينا نقول على مين بتترتب اليوم المهمة الأكبر بمواجهة هاي الشخصيات أو مواجهة هالأطراف وبرأيك كيف الآلية بتكون تماما هلأ نحن بنحمل هاي المسؤولية كلنا يعني كبيرنا وصغيرنا كجواب على سؤالك تحديدا أنه مين بيحمل المسؤولية فنحن كلنا بنحمل المسؤولية ما حصل لدينا التجنس أنا من رأيي يجب أن يتعلموا يتعلموا اللغة التركية ويتعلموا جميع القوانين الذي تخصهم حالتهم اليومية ويقومون بهذا الدول تمام هلأ الفكرة اللي بكم بدي أولا أنه فيه فرق بين أنك تكون مثلا تركي ولك رأيي بالموضوع تعبر عنه أو تجيب يعني دلائلك أو تعبر عن رأيك بتعليل أو تبرير وبين أنك تكون تدعي للفتنة يعني دعي للفتنة هذا أمر كتير خطير بأنك أنت عم تبس شائعات أو عم تعزز شائعات ما لا موجودة حقيقة يعني يعني مثلا 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 تركي يلي تنتحل هي الشخصية ففرق بين أنه أنت تكون تركي ولك رأيي بوجود السوريين هذا أمر محترم ممكن نسع أن نقوله رأيي بين أنك تكون أنت عم تصير فتنة والأمر اللي كتير نحن عم نغلط فيه هو أنه أحيانا نحن كمان كسوريين منعزز هذا الشي بإنا ننشر يعني مننشر لأننا متحققين من مثلا الإشاعة شو مصدرها لأننا متحققين من الأمر فنحن كمان بسلا نسمعنا خبر مننا متحققين منهم نروح مننشر يعني الإشاعات اللي طلعت مكانا حتى نحن كمان عم يكون في علينا يعني عبق أو خلينا أقول زنب كبير بأنه تماما نعزز هذا الشي يعني مثلا تذكروا إشاعات اللي طلعت على أنه نحن ندخل جامعات بالاختبارات ناخد جوة مجانية نطبقوا كان تصريح أصله بالنسبة لموضعات جنسية ردا على موضوع على هذا الشي يعني هي البذور الفتنية بأنه نحن نكون أول شي مثل ما ما تفضل الأستاذ أنه نحن نكون لغتنا التركية نتعلم اللغة نحاول ندخل بالنجتمعات التركية وتعاير وتقبل مواطنتك بنفس الوقت تقبل أنك نفسك هو السوري الذي يحصل على الجنسية ويعرف أنه نفسه تركي مثل أي تركي مواطن مسؤول يعني نحترم قوانين البلد نحترم أنظمة البلد ونحاول نكون نحن مثال بما كنا نكون محترمين كل المنظومة التي هي السياسية والمنظومة الثقافية الاجتماعية الفكرية اللي موجودة في البلد نحترمها ونحافظ عليها ونقوم فيها يعني قوانين دعينا نقول مبادئ الفهلوية أو الشطارة اللي أحيانا السوري كان ما يحس بالمواطنة ويقوم فيها ببلده على أنه نحن دائما كانت مسؤوليتنا بتتوقف أو بتبدأ من عند عتبة باب بيتنا يعني نحن داخل البيت حاسي بالمسؤولية لكن خرج البيت كان بلدنا سليبي يعني نحن ما نحس هذا البلد إلا قلنا فكنا نشوف بعض الممارسات سرقية كهرباء ما بعرف ما في ترخيص نحاول نخالف نحاول فهي الأمور لازم كتير نكون إلها حد ونقاط حاسمة يعني نحن بالنهاية ضيوف ضيوف لبلد يعني قامت بواجبها والزيادة اتجاهنا قدرت تعرف شو قلنا حقوقنا وعطتنا أكتر بما يساوي المواطنين الأتراك نفسهم طيب أستاذي هند برأيك يعني بلقيمة رح تستمر هاي خلينا نقول هاي الممارسات أو هاي الأعمال الفردية أو حتى يعني خلينا نقول الجماعية اللي بيقوموا فيها بعض الرافضين لا هي هي بتشتد أثناء الحملات الانتخابية هي أكتر شي بتكون بهاي المسألة هون وممكن بعد مننا تحدى شوي لكن ممكن وجود الأشخاص اللي هنه عنصريين وجود الأشخاص المتضررين بشكل فردي من وجود ممكن تكون صار في خلاف بالشارع بينه وبين سوري ومم بيطلع عن المسائل التواصل الاجتماع بيبلش بيسبي كل السوريين هاي بدنا بتوقع انه هي رح تكون موجودة نعم طول ما نحنا موجودين بتركيا هاي القضايا رح تكون موجودة لكن أنا اللي بيقوله بيعتب يعني بعتب على شبابنا بعتب على فئة شابة كتير موجودة حوالي 100 ألف سوري شاب وشابة ومن درجات تعليم عالية ومنخرطين وحابين يكونوا موجودين بتركيا ويعملوا فرق بحياتهم القادمة ليش ما بيكون إلن منصات إعلامية منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تقدر تكون هاي الوسائل تخاطب شرائح تانية من المجتمع التركي بيشبهوهم أو حتى ما بيشبهوهم لكن لازم يكون في عنا منصات إعلامية تقدر تصل لأكبر شريحة من الأتراك ويكون في علاقة تشبه العلاقة ما بين الحزب الحاكم الآن وما بين السوريين تماما وصلت الفكرة رح نروح حلق لخبر هذا الخبر يعني هو مع الأسف خبر مؤلم وصادم الخبر متل مشايفين بالصورة حقيبة سفر هذه الحقيبة تم العثور عليها بإحدى حضائق ولاية غازي عنتاب التركية مع الأسف مع فتح الحقيبة تم العثور على جثة طفل عمره ستة أشهر خلال التحقيقات والتحري تم الكشف أنه سوري يعيش في ولاة غازي عنتاب التركية هو المسؤول عن قتل هذا الطفل هذا الطفل اللي هو ابن زوجته السورية أيضا القضاء التركي طبعا حكم هذا الرجل بالسجن مؤبد أما بالنسبة للأم فتم الحكم بسجنة خمس سنين وأربع أشهر يمكن المرات منقول أنه السجن مؤبد ولكن بعد شو بعد ما الطفل فقد روحه يعني الطفل يعني مستحيل عقل بشري يتحمل أنه يتعرض لكل هذا التعذيب وهذا الألم لحتى توفى أستاذي هند أنا بدي أبدأ من عندك لأن أنت تهتمي يعني بيكون دائما عندك يعني خليقول الحس الإنساني عالي بهذا الموضوع أكيد مو بس أنا كل الناس يعني بهيك مسألة الفاجعة كبيرة تكون كتير يعني نحن عشنا هاي المقاسي يومية وآنية بسوريا يعني بتمنى دائما أنه ما عاد شوفا هون بتركيا ولا بأي دولة تانية لكن هدول رح يكونوا فيه شخصيات فيه نفسيات طفرات إجرامية موجودة بكل أو بالأحرق بعض البشر يعني بعض البشر رح تطلع عندهم هاي الطفرة سواء تركي أو سوري يلي أنا ساعدني يعني كتير أنا ساعدة بالموضوع اللي بيخفف عنك ألمك شوي بيهي قصة أنه الحكم كان عادل يعني إلى حد ما رح نطالب أكتر من هي أستاذ عبد بصد كان بيخالسك الحكم معادل دقيقة أنا عمقول أنا ما بحب يعني أنا واحدة من الناس اللي بكره الإعدام يعني بكره الإعدام بشكل ما بتخيله عقل لكن أنا برأي أنه هذا يتاخذ ينحط بأفص و ينرمى بالغابة تجي لحوش تاكله مع الإشصاعتها غضاء قدر بيصير يعني يعني هو وديك المتآمرة معه يعني يعني هي جريمتها أكبر من جريمة هذا هي أم يعني هي أم كيف فرطت كيف قدرت وعمت دافع عنه أنا برأي لا أفص بغابة يعني أنت أيضا أم يعني و أنا أخليني اليوم أنا كونك أم ولستي صحفية ولستي أعلامية ولستي كاتبة شو اللي بيخلي أم تتصرف تجاه ابنة بهالطريقة حيوانيتها غريزيتها حيوانيتها أنا وقفت كثير عند هالموضوع أنا اللي بعتقده الأول شي نحنا بعد خروجنا من هالمحرقة اللي عشناها لمدة سبع سنين والآن بالتامنة حتخلص بعتقد لازم يكون صار فيه شي من الدراسات أو المعالجات النفسية لأنه لا تعتقدي حدا طالع من سوريا إلا عنده أمراض أو عنده خليني نقول زموه أمراض عنده مشاكل نفسية اللي مرينا فيه ما كان سهل هذا مو تبرير أكيد لكن أنا اللي عم أقوله أنه موضوع حتى بالنسبة للقاتل يعني عم نشوف أحيانا أنه فيه عنا صدمات نفسية اللي تعرضنا إلها بسوريا حتى خاصة اللي تم اعتقالهم التعذيب والتعنيف اللي شفناه فقد الممتلكات ما إلى ذلك الشهداء اللي راحت الفقد يعني هذا كله عم يكون أحيانا التعبير عنه ما عم يكون لحظي أو آني لا ما لشي لا أفوان أفوان ما لش ما لشي لا القصة مو بس إنه والله هي أنا هم ناقش فكرة أفضع من هيك أنا بنحكي فيها موضوع الأم تماما أنا أفكي أفكي أنا يعني جريمة ممكن للإنسان تأثر بالأجواء الحرب اللي كانت قائمة بسوريا طالها معه مشاكل نفسية هي مسألة محسومة محسومة لكن أنا اللي عم قوله موقف الأم يعني أنا بيري لا أنه الحكم 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 لا هاي هاي وحدة عندها غريزة حيوانية مطبيعية لا بس ديلا لك أنا اللي بعتقده أنه هي الإنسانة إما أنها متعرضة لضغط شديد من ما لا متعرضة لشي هاي وحدة أو تهديد مجرم يعني أنا رأي نعم خلي بس نسمع أنا رأي اللي هو بالمنطق أكيد ما في حدا ما في أم ولا غير أم بس كمان بدرجة أعلى الأم ما لحت قبل هيك شي طبعا ابنها لكن أنا أعتقد أنه هي لما صار اللي صار فبقيت هي كمان على يعني مع اختبار حياتها إلها يعني هلا هي ممكن تكون مهددة بقتل تاني من قبل القاتل ممكن تكون مهددة بعنف مالو الله أتل أبنك إذا بتحكي بقتلك أخوكي أو بقتلك حدا من أقتبائك في بوليس بتفور ما في وعي ما في هذا الوعي ما في هذا الوعي أنت عم تحكي أنت عم تحكي مع نفس ضعيفة مسيطر عليها بشكل مؤكد هلأ هي بجوز ما بتخيل يشو كأن وضعها النفسي لما تسترت أو لما ما حكت أو ما قالت لكن هي بجوز تكون واصلة لمرحلة شبيهة بالجنون أو باللوعي أنا مضطرة أنا مضطرة أحكي الشغلي أنا مضطرة أنا مضطرة أحكي الشغلي كيف هي مضطرة ونفسيا أنا معك هذا الحال ممكن أن تعيشها لكن هي راحت على البوليس ألقى القبض على القاتل ألقى القبض عليه وراحت على البوليس لماذا إذن هي موجودة بمكان آمن هذا المكان الآمن لماذا تمت مصرة على أنه لحل لك أستاذي يعني كيف تم مصرة وهي بتعرف مصير زوجة أنه رح يكون الإعدام أو رح يكون المؤفد تعالي يا شوش نتفكر كيف تبجوز والله أعلى لا نتفكر إنه إذا أخذوا عدمه من يمدعي من يمدعي من يصرف علي ما لها أهل أنوان بدي أبقى من يمدعي إذا أخذوا وين بدي أبقى أنا هذا الحكيم ما أبقى له لا أنا مرون دعني اسمه عليك إستاذ عبدالباصد أنت قلت حتى أن الحكم الصادر بحق المجرم يعني غير كافية أنا ما بعث إذا كان في إعدام في تركيا أو لا فبرأي ما أخذ روح فهو قتل طفل وقتل إنسانية بنفس الوقت يعني قتل إنسانيته وقتل إنسانية زوجته فهو بسحق الإعدام بسرأي شخصي تمام بس أنا بوافق كليا موضوع إنه إنه هاي الزوجة ليش عم تدافع عن زوجها لحد الآن هي بالآخر مع الأسف بعض العائلات ويظل الزوجة هي الطرف الضعيف دائما أضعفني الزوج بكثير تخيل تكون وكلاتنا بنمر بهذا الموضوع أن يكون في عنا زوجة ما عنده أقارب ما عنده أخوي ما عنده حدو الحرب فقدت فقدتنا كتير ناس يعني فقدنا أخوي فقدنا أهل ويكون سبب عيشته الوحيدة أو استمرارة بالحياة أو رزقه مربوط بهذا الشخص هو الرزق من الله ولكن مربوط بهذا الشخص فراح تضطر تدافع عنه مشان تقدر تعيش أوكي خسرت ابنه بس إذا راحت طيعا أنا ما عم بررر أنا ما عم بررر بس عم بشرح عم بشرح لك أنت عم تكرس تبرير أنت عم تكرس التبرير هون أنه ما عليش إذا ما عندها أي عيلة ما عليش يقتل أولادها أنا برفض أنا برفض أنا برفض هذا المنطق بغض النظر ما في بصير نحنا هون بمنطق أنا بشحلك شو فكرت هي حبيبي أنا ما بدي شو فكرت أنا اللي رحت لآخر مكان رحت عاشت على البوليس فاتت على البوليس تمام مازال شك أستاذ حمزة فيه نقطة مهمة اليوم السوريين يعني بغض النظر المرأة اليوم السوريين بخافوا كتير يتوجهوا للمراكز الأمنية برابو عليك بيقول لك أنه أنا ممكن ينحط الحق علي بالنهاية ممكن أنا أتجرم بعدما أنا كون الضحية طيب وهي هيك صافية يوجد مراكز باللغة العربية تستقبل الشفاء مراكز باللغة العربية كيف يدوا يتوصلوا طبعا عن طريق الهاتف نعم عن طريق الهاتف إدارة الهجرة حتى ولو كنت أنت في خطر تستطيع الاتصال خلال ثلاث دقاقة واربع دقاقة يكونوا عندك في العنوان هذا المركز على مدار 24 ساعة مفتوح كيف نحن وعيين من نسبة لهذا الشيء؟ كيف نحن داريانين وعرفانين هذا الشيء؟ إذا لم نبرع إذا لم نبرع إذا لم نبرع ماذا نعوّل على المواطنين السوريين الذين حصلوا المواطنين أتراك أصبحوا نعم إذا صح الكلام خليل لك حتى المواطنين السوريين لا إني بدي لك شغلة في منظومة السورية عاش فيها لمدة 40 سنة اللي هو الخوف من التوجه لأي مركز أمني اليوم حتى السوري هذا الشيء عم بيواجه هون بتركيا ما عم بيتم التعامل بجدية مع أي أمر عم بيتوجه فيه هذا الأمر طبيعي يجب أن نأخذ الوقت الكافي لأجل أن يندمج هذا المجتمع يعني احتمالي يستقرق هذا الأمر عشر سنوات أو أكثر لماذا نختصره؟ نحن لما يكون في عنا مجتمع مدني الموضوع جدا نحن لما يكون في عنا كثيرا هذا الأمر إذا كان في منظمة مجتمع مدني سيكون بعد عشر سنوات الموضوع جدا مهم أستاذ حمزي يبقى بحاجة حتى لوقت أكتر من هيك ولكن محورنا انتهى إذن مشاهدينا فاصل ومن بعده رح نبدأ بمحورنا الثالث والأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر برغم الحسرة والتعثير لزا بلادك محفورة قلبك ونجازك الكبير قصة عم تحلى سطورة وبكرة بس ترجع بتصير بلادك حرة ومعبورة أهلا وسهلا فيكم المجديد مشاهدينا وأهلا رح نروح لخبر المنح الدراسية ساذ عبد الباصت يعني أنت نجم هاي الفقرة خليني أنا جاهز لإنسان اليوم شوية الأوراق المطلوبة وكيف بيقوم الطالب السوري بتقديمه إلى المنحة الدراسية هلأ على غير العادي السنوات السابقة حاليا التسجيل متاح بالمنحة لطلاب الماجستير والدكتورة والبكالوروس بنفس الوقت سمع العادي كان بيكون موضوع مختلف يعني كل مرحلة مختلفة عن الأخرى طبعا الخبر الحزين أن الطلاب المجنسين لا يحق لهم التقديم على الجنسية حصلوا على الجنسية بعض بدون منحة بالضبط بالضبط ما بحقلوا على المنحة بس في بعضهم ظروف المادية صعبة حتى المجنسين بكل أحوال الطالب المجنس ما بحقل يقدم على المنحة ولكن بحقل يقدم على التعليم المباشر بشكل مباشر مثل الأجنبة وليس التركة ملاحظوا مهمة الطالب المجنس الطالب المجنس بيقدم على الجامعة الجامعة وعمل معاملة الطالب الأجنبي ليس عمل معاملة الطالب الأجنبي كان هناك سياق الطالب الأجنبي لكنهم لا يعرف اللغة لكأن يvalти попرو issuing المقاعد أنا أقول أيضا شيئا الدمقاعد عدلا أبقائنا فعل الأزماد لم يتحدي السوري أنا كسوري مجنس بقدم مع المنحان بحكي عن التسجيل المباشر بشأن لا يفيد الأمل للطلاب المجنسين أقول أنه لا يمكنني أقدم على الجامعة لأنه لا يخرج من المنحة لا يوجد بوابة أخرى هي بوابة التسجيل المباشر على مقاعد الطلاب الأجانب وبنفس الوقت يقول له يقدم للأتراك ولكن الأتراك عندهم امتحان صعب الامتحان تبع الأتراك صعب فأنا كطالب مجنس الأفضل أن يقدم كطالب أجنبي حتى الطالب التركي يقدم كطالب أجنبي امتحان اليوس أو امتحان الساد الأوراق المطلوبة؟ الأوراق المطلوبة قصة طويلة اللي نريد أن نحطوا بأنه موضوع منها هو موضوع مفاضلي اختيار الأفضل يعني أنا لازم أقدم أكبر عدد الأوراق الممكنة اللي تخلي هذا اللجنة اللي راح تحكم على ملفة يختارني وما يختار زميلي فموضوع موضوع تفاضل هلأ هناك شيء ما سأخير نقول الشرط اللازم وغير كافي يعني أنا معي يوس بس رفيقي ما معي يوس فأنا أفضل من رفيقي مو لأنه يوس شرط بس لأنه فئة الآخر معي يوس فهو الوضوع أفضل دعني أسأل بالسؤال بالنسبة للمنح المنح المفروض تقدم عن طريق الانترنت نعم، أونلاين يعني ما في أوراق مثلا ما هيك أو لا؟ أبدا، أبدا، لا تمام، في أوراق بطا تتتصور تمبعت إدئات تمبعت بالضبط، بعدين في عند الطلاب المرشحين نحن في عندنا خطولة طبعا عدد جدا كبير عدد سنة الماضي ب130 ألف، 130 ألف متقدم للمنحة فقط في بكالوريوس طبعا تم إختيار أربعة تلاف تقريبا لرجاع أجانب بشكل عام، أجانب بشكل عام، من كل دول العالم التي تتحدثون؟ لا، بكالوريوس الجامعة نعم، دراس الجامعة طبعا كل جنسيات يمكننا أن نتقدم يمكننا أن نتقدم على المنحات، أجب فيه لجان تقابل بالبلد الأم يعني الشخص يقول، أنا أريد أن أريد مقابلتي في اليمن فيكون في لجنة عربية تركية بيقوله للمقدم على المنحة يحكي باللغة اللي بديوا إياها يختار أي لغة كانت اللجنة هاي المقابلة هي جدا مهمة لأنه هي راح تحكم على صحة الأوراق وراح تحكم إزهاد الشخص عدنا بالمقابلة شو الأسئلة اللي بيتم طرحها خليناك شوي يعني تساعد الطلاب اللي حابين يأدموا على المنحة نغششها 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 هلا بينظر أكتر شي المقابلة بينظر لشخصيته لشخصيته الطالب بديوا يعرف هل أنا إذا صرفت على هذا الطالب وعطيته منحة وبعدته على تركية فعلا بيستحق المنحة ولا طالب جاي ما بيستحق المنحة هل أوراقه هل في شيء اسمه رسالة الدافع ضمن التقديم على المنحة رسالة الدافع الطالب يشرح فيها ليش هو بالأصل حاب يدرس بتركية ليش هو بالأصل حاب يدرس إدارة أعمال أو طب بشري تمام فهذا الطالب لازم يكون خائفه خموحه يعني أهدافه بالضبط لازم يكون قادر أنه يدافع عن وجهة نظره وأنه أنا بدي أدرس طب لأني أنا بحب الجانب الإنساني لأني أنا مثلا لو كنت أنا سوريا فأقول أنه أنا في عندي مصابين بسوريا كثير في عندي مشاكل نحن محتاجين عسابي المنسان المعالجين فيزيائيين لهندسة الأطراف الصناعية أطب هات الشي هذا إله علاقة بخطاب النوايا لكان رسالة الدوافع أو خطاب النوايا هني اسم واحد هني تنتين سوا هي عبارة عن القناة الوحيدة بين الطالب وبين لجن خطاب النوايا كيف من المسؤول عن الطالب 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 هو أكثر شخص بيعرف حاله لأشياء يدرس طب أو لأشياء يدرس هندسة الطالب ممكن يسعين بوالده لأن والده أعرف شي ليله ممكن يساعده أو والده إذا كانت أكاديم بهذا الموضوع ممكن أصدقائه ممكن يأخذ فكرة عن النت مو غلط يعني يقرأ على الانترنت أنه شوه خطاب النوايا خطاب النوايا كملاحظة رقم واحد لازم يكون بعيد عن العواطف ولا أنا لأني سوري ومسكين وفئير مشان الله أبالوني بالمنحة لا لا أنا أنا طالب في عندي هدف إدرس طب بعد ما أدرس طب عندي جانب إنساني بهذا الموضوع مختلف عن خطاب النوايا مختلف عن رسالة التوصي لا رسالة التوصي وضع آخر ينكون عنده رؤية مستقبل لازم يكون عنده طموح وهدف مشان أصرف عليه مشان أعطي المنحة رسالة التوصي هي رسالة تقدم من شخص أكاديمي أو غير أكاديماء شخص أكاديمي أو غير أكاديمي بنتخبر المنحة أو إدارة المنحة إنّ هذا الطالب son استحق المنحة يعني على سبيل المسال أنا درست طالب الرياضيات وللقيت بهذا الطالب فعلا أنه يستحق أو هو مبدع في الرياضيات ويستحق إنт يكون مهندس ميكانيك على سبيل المسال فتكتب رسالة التوصي طبعا سالة التوصي لازم يكون فيه إيميل رسمة رقم التليفون ويجب أن يكون هناك ختم رسمي لكي تنقبل بشكل رسمي. سؤال الآن يختار بالي أنه طلاب الطب هل فعلا يأخذوا منحة 4000 ليرة تركيا بالشهر؟ 400. طلاب الدكتوراه والبحث العلمي. الدكتوراه؟ نعم. الدكتوراه والبحث العلمي الراتب تبعون 1400-1800 يضغيه. أما الطلاب البكالوريوس كان فيهم الطب فراتب من 700 ليرة. طلاب المجلسيين راتب 900 ليرة. سكن. غير السكن غير السكن. غير السكن. غير السكن غير السكن. يعني السكن مجاني يكون. دعني تفضل إسادي. أتكت الطيارة كمان روحها أول مرة وتأهيرها. أتكت الطيارة. الحلو بالقصة بالموضوع المنح بالزاد من الذكاء كانت الحكومة التركية تركيزت على قصة أنه هدول اللي حيجوا على المنح. ليش الشروط صعبة كتير. هدول رح يكونوا رح يجايبين كل دول العالم. هدول قادة للمجتمع. قادة رح يكونوا في بلادهم. لمجتمعهم. لمجتمعهم. هلأ ممكن كمان تستفيد منهم. بعدين ممكن يقبل يعدوا هون. إذن هن بالأخير. حكيت نقطة مهمة جدا. التنوع استاذ حمزة. التنوع اليوم بقبول طلاب في أجامعات التركية. نحن ملاحظين تركيا فتح أبوابها للطلاب العرب والمسلمين من كل جنسيات العالم. خليني إليك هل في هدف هل في رؤية الحكومة التركية ربما هي عم تفكر فيها على المدى الطويل. طبعا. يعني إذا رأيتم تركيا قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنة ترون الوضع الحالي معجزة. موضوع تعليم اللغة العربية كان كارثة بالنسبة للأتراك. وكان مستحيل حتى على حسب اعتقادي لو كان هذا الأمر قبل عشرين سنة يطلبه شخص من الرئيس أردوغان. قال له مستحيل لا نستطيع فعل ذلك. كانت ممنوعة موضوع تدريس اللغة العربية. تركيا الآن هي دور مركزي لها دور مركزي في المنطقة وعليها وظائف تقوم في وظائف. بس ليس فقط العرب يعني حتى المسلمين من آسيا. تقوم يعني في الأغلب في الشرق الأوسط والمسلمين بشكل عام. تقوم في وظيفتها تركيا. الآن عندما أقول أنا شخص كبير إذن علي أن أفتح بيت كبير ليستقبال الناس وهمهمهم. تركيا الآن عندما تقوم في هذا الأمر تقوم في وظيفتها. لا تقوم في شيء هو زيادة عن أو شيء ترفي. هو شيء يجب أن تقوم فيه. تماما. هو مهمة وطنية وطنية وطنية. وصلنا لموضوعنا الأخير. سنروح لصورتين. هذه الصورتين فعلا أشعر وسائل التواصل الاجتماعي التركية. صورة لسيدة سورية خلال استقبالها للأطفال اللاجئين من اليونان بين الحرب العالمية الثانية. أيضا سيتم مقارنة هذه الصورة بصورة أخرى كمان للاجئين سوريين هالمرة. لكن تم تعذيبهم من قبل السلطات اليونانية وخلع ملابسهم. يعني اليوم السوري اللي عم بيضطر ليطلع لأوروبا لازم يمر باليونان. فدائما اليونان هي صارت خليني ألكون أن هي المرحلة الجحيم اللي السوري اليوم بخاف يعلق فيها. فعلا. تماما. أستاذة هند يعني دائما أنت عندك الحس الإنساني عالي. يعني كيف تقرأ هذه المقارنة بالصورة؟ دعني نقول هذا الفرق ما بين الأيام السنين الماضية واليوم الوضع الحالي نحن عم نعيشه. يعني مسألة كلها تكن تعرفوها وكلها شفناها وعشناها. وكانوا جيراننا فلسطينيين وكانوا جيراننا عراقيين وكانوا جيراننا من كل دول العالم. يعني كانت سوريا فتحت سوريا على مستوى الشعب على مستوى الناس على مستوى الناس اللي البسطاء. أنا بعرف أنا يوم من الأيام يوم من حرب بالعراق. كنا نروح تبرعنا ناخد والله العظيم يعني شيء بأشعر البدن. إنه في بيوت في بيوت كانت عطش طيب مثل ما بيقولوا. لسه على المفتاح ما حدا فايتها. أقوام من السوريين يروحوا على المدارس ياخدوا العراقيين ويوصلون على هالبيوت. ما يكون جاهزين لهم كل شيء في عيوني يعني عنا بسوريا الحس التعاطف بشكل ما بيتخيلوا عقل. لكن للأسف للأسف الشديد نحنا هذا الشيء ما وجدنا بدول الجوار تحديدا. نحن نطلق أستاذ سهير. أستاذ سهير يعني اليوم بيقول لك السوري نحنا استقبلنا لاجئين من كل دول العالم. ليه نحنا اليوم لما اضطرينا. اضطرينا يعني مجبرين ومكرهين نطلع من بلادنا تم التعامل معنا. نحن نفرق بين الشعوب بين الحكومات. نعم. هذا التفريق كثير مهم بين الشعوب وبين الحكومات. نحن أنا محدة من الناس اللي درت على ثلاث دول عربية قبل ما أصل على تركيا. على مستوى التعامل مع الشعوب نحن كانت كثير الشعوب متعاطفة معنا. وكثير الشعوب عما تقابلنا بمحبة. لكن فعلا لقينا كثير تحسيرات وصعوبات كثير كبيرة. طبعا موضوع 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 سياسي بحث. يعني موضوع الآن السودان عم تفرض جنسية. عم تفرض عفوا فيزا للسوريين بعد زيارة البشير الأسد. يعني الموضوع ما هو موضوع حكومة. أنا حتى على السودان أنا رحلت. يعني الموضوع على نطاق الشعوب كثير الموضوع إنساني ومتعاطفين معنا. الشعب السوري كمان أنا في نقطة لازم كمان نركز عليها. هو كمان إنه الشعب السوري من قبل الحكومة للأسد. ومن قبل زمان كان مستقبل ومستضيف لكل الجنسيات مثل ما تفضلتي. في قصة بذكرها الشيخ علي التنطاوي بمذكراته. وبيحكي فيها إنه إنه كان في أحد الأيام شخص مصري غريب عن ماشي بأحد شوارع سوريا بالحالات القديمة. فمرأة من قدام بيت بيت فواقف صاحب البيت على باب البيت. فبيسأله إنه قديش الغرفة عندك بالليلة. فبيقله إنه تفضل تفضل أنت ضيف تفضل قد ما بدك ما منختلف. فبيقلك دخل وقعد عنده أسبوعين هو كل يوم الصبح بندق عليه الباب. بيقله شو بدك تتغدى وشو بدك تتعشى. لوقت اللي بده يمشي حاب يسأل قديش بده يحاسب فقال له أنت قاعد ببيتي. فبيذكره إنه قديش كان يعني قديش الشعب السوري مضياف. وقديش هو كان موضوع بالنسبة. كان وما زال يعني موضوع بالنسبة لأله. خلينا نقول طول فترة اللجوء أو الخروج خارج سوريا ربما كان هذا إنه إنعكاس على طريقة التعاطي مع السوريين. لا شك مثل ما صار بالفلسطينيين. هو بيخاف بيقول لك في بعض الدول الحكومات. قلت لك إنه نحن أصدفناهن توطين يعني هذا الأمر يعني قد يكون فيه له بعض المبررات. لكن مثل ما قلت لك موضوع تعسير إقامات تعسير. هلأ أنا كنت بحدة الدول العربية ما قادر تقعد فيها غير تسع شهور. السبب أني أنا كنت بدي استأجر بيت بدون مني إقامة. وبالإقامة بدون مني عقد بيت. يعني طبع أنه حلوة كيف تتنحل هذه القصة. فما فيك تعمل عمل ليكون معك إذن عمل. ما بتقدر تكون إذن عمل. يعني لحتى يكون معك عقد ما بعرف شو. يعني كتير كانت الأمور صعبا. أستاذ حمزة يعني بدي نوه على شغلة. أنه الصور اللي نحن هلأ شفناها. هنالتراك اللي نشروها بتغريدات على موقع التواصل اجتماعي تويتر. هذا الشيء يعني هو شيء إيجابي مفلح للسوريين. أنه ترك متعاطفين مع قضيتهم. مع موقفهم من الأمور اللي عم بتصير بسوريا. بس كيف المقابل كمان. نحن نستطيع أنه حتى عندك أنه في طرف تركي. يعني أنه رافض لوجود السوريين. يعني هذا الطرف الرافض بالنسبة لوجود السوريين. هم يعني أعداد بسيطة جدا. ورافضين على جهالة. ليس على علم أو يديه مشروع. لا أريد أجنسهم ليصبح كذا وأصبح كذا. على جهالة ويساهم بهذا الموضوع. كونه يعني إذا كان صامت خالف تعرف كما يقولون. يخالف الرأي لكي أن يكون له دور في المجتمع. في الحقيقة الأشخاص حتى رئيس حزب الجمهوري التركي لا يجد لديه برنامج. لماذا يا أخي لا أجنس السوريين. أعطني شيء منطقي لماذا لم أجنسهم. أليس الدستور التركي من صنعه هو حزب الجمهوري المؤسس للدولة الجمهورية. ينص على أنه المقيم خمس سنوات وهذه شروط كلها مستحقة للشخص. هذا يحصل عليه. إذن أنت تعارض نفسك إذا تقول لا تمنحهم الجنسية. بالنسبة للموضوع هذا واحد هو موضوع نحن لا نأخذه بعين الاعتبار. يعني ولا يأخذه الشخص المتحدث بعين الاعتبار. كونه يعرف هؤلاء الأشخاص مستحقين وسوف يأخذونه. هذه الجنسية ولكن يسيس من قبلهم. بالنسبة للموضوع الصورة التي أخذت حجم كبير بالمواقع الاجتماعية. طبعا هذه الصورة نشرت من قبل مسؤولين كثيرين في تركيا. وهم يرون أنفسهم الأتراك يرون أنفسهم هم سوريون يدفعون عن السوريين. يعني هذا الموضوع عندما قاموا فيه ليس قاموا فيه لأجل أن يقولوا نحن ندفع على سوريا. بل قاموا فيه كونهم يحسون جزءا يعني سوريا وتركيا تحس أن هذا. تداخل كثير عاطفي. يعني اليوم المواطن التركيا عندما يخرج خارج البلاد على سبيل ما يذهب إلى دولة. ويرى واحد ينتقد شعب السوري أنا متأكد جدا أنه سوف يجيبه. جميل هذا كان. طب أستاذ عبد الباسط يعني ختاما معك امطباعك هيك لما تشوف الأتراك. ومثل ما تحدثت أستاذ حمزة يعني حتى مسؤولين وسياسيين هنين يعني عم بيشاركوا وبينشر هاي الصور. أعرف كيف يعني كيف بتشوف هاي الأمور كيف تقرأها؟ هي شيء طبعا جدا إيجابي وشيء مفرح للسوريين أنه يلاقوا في طرف تركيا يدافع عنهم على اعتبار نحن في عنا لسه مشكلة حاليا بمشكلة اللغة. ولكن أتمنى بالمستقبل أنه اللي يقوم بهذا الدفاع هو الطبقة الأكاديمية اللي تعلمت اللغة التركية وتحديدا اللي أخذوا الجنسية التركية يكونوا هني يعملوا عبء الدفاع عننا. أو خلينا نقول تجميل صورتنا أو في حال كان فيه أمر سلبي فنحن نوضح ليش هذا الأمر سلبي. أو أنه أي شخص بيقوم بيعمل سلبي هو المسؤول عنه فقط. ليس السوريين الموجودين على الأراضي التركية. جميل جدا هذا الكلام والانطباع بشكرك كثير أستاذ عبد الباصد. إذن ضيوفي وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكم جميعا الكاتبة والإعلامية سهير الأومري. أيضا الصحفية هند بولدو. الأستاذ حمزي بولدو عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأستاذ عبد الباصد مهرات مدير مركز الخوارزمي. مشاهدينا شكرا لكل من تابعنا بحلقة اليوم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة